سوير مساعد النمشان التقى يانيك فريرا مدرب فريق الفتح وتحدث عن مواجهة الغد مع الاتحاد لقد جهزنا أنفسنا كاليقائنا بأي فريق كبير لأن الاتحاد فريق كبير لن نضع في أعين الاعتبار التصنيف فيجب أن نكون على دراية كون الاتحاد فريق كبير ولعبه جيدين ويجب أن نبذل قصار جهدنا إذا فكرنا أن الاتحاد ضعيف واستهترنا به سنخسر المباراة يجب أن نأخذ الاتحاد على محمل الجد والقوة نعلم أنه لم يكن جيدا مؤخرا ولكن يبقى الاتحاد فريق جيد وسنحاول المحاربة كما نحارب أمام أي فريق قوية لا نحتاج إلى أي فترة راحة لأننا أخذنا فترات من التوقف بما فيه الكفاية منذ وصولنا هنا ببداية أكتوبر ونحن ساعدين باللعب أسبوعيا ونريد ذلك حتى نحافظ على وطرتنا في اللعب إذا تحدثنا الآن عن التغييرات الشتوية سنقلل من احترامنا للعبين الحاليين فنحن مركزين على ما نملك من اللعبين وحاولين إخراج أفضل ما عندهم ومتأكدين أن هؤلاء اللاعبون سيحققون أفضل نتائج ولا أفكر في التغيير الآن بالالتزام أعطي نفسي 12 من 10 النتائج حتى الآن أفضل من السابق ولكن ليست كافية لذلك سنعمل بجهد عالي لتحصيل نتائج أفضل وأكيد لك أننا نعمل جميعا كفريق واحد وعلى قدم وساق